اشتركوا في القناة ونقوا أسئلة حول النص بناء الفكري البناء اللغوي والتعبير الكتابي الوضعي إذن مجي وفق النص وفق المقاطع لتلميذ المقاطع المبرمجة لتلميذ سنة الخامسة ابتداء الجيل الثاني وحتى الرابعين يستفادوا منها المهم عندنا النص هذا الأول بعنوان القطة المسكينة رأت سعاد أطفالا يرمون قطة صغيرة بالحجارة ذهبت إليهم مسرعة وهي تصرخ بشدة حرام عليكم اتركوا القطة المسكينة وحالها كانت القطة تأن من الألم وهي تموء بصوت مرتعد وعندها قررت سعاد أخذها والاعتناء بها حتى تسترجع عافيتها أخرجت سعاد قطة من قطعة أخرجت سعاد قطعة من الخبز والجبن من محفظتها واقتربت من القطة بحذر وحاولت إطعامها لكن القطة تراجعت للخلف ومن جديد طمأنتها البنت الودودة سعاد بنظرة تصحبها ابتسامة عريضة وصارت تلامسها بلطف في تلك اللحظة شعرت سعاد بفرحة تغمرها بعدما أصبحت القطة مطمئنة وتأكل من خبزها وجبنها وهي سعيدة مسرورة الأسئلة البناء الفكري اختر عنوان الآخر للنص لماذا صرخت البنت سعاد بشدة وماذا قالت استخرج من النص مرادف كلمة مرتعش مرادف كلمة مرتعش ثم وظف المرادف في جملة من عندك البناء اللغوي جد لاحظ جد في الأمر جد في النص جملة فعلية أعرف ما تحته خط في النص أن تصرخ وهي تصرخ سعاد أخرجت سعاد استخرج من النص أنا في اللغوي هات من النص فعلا مزيدا بحرف يعني استخرج من النص فعل مزيد بحرف التعبير كتابي ولا الوضعية الإدماجية رفضت أنت رفضت بعض التصرفات السيئة التي قام بها أحد أصدقائك نحو صديق آخر اكتب موضوعا تتحدث فيه عن ذلك مستعملا فعلا مضارعا مصطرا تحته طيب نمر للحلول ولا للحل طيب اختر عنوان آخر للنص النص يتكلم عن قطة صغيرة اعتنت بها سعاد وأخذتها ممكن عنوان آخر للنص مثلا سعاد والقطة سعاد والقطة طيب لماذا صرخت البنت سعاد بشدة وماذا قالت طيب صرخت البنت سعاد لاحظ الجواب كيف يكون لماذا صرخت إذن الجواب صرخت البنت سعاد بشدة لأنها رأت أطفالا يرمون قطة صغيرة بالحجارة ماذا قالت وقالت حرام عليكم اتركوا القطة المسكينة وشأنها الجواب نأخذه من النص اتركوا القطة المسكينة وشأنها طيب سؤال اللي بعد استخرب جميع النص مرادف كلمة مرتعش كلمة مرادف كلمة مرتعش مرتعش عدنا في النص مرتعد مرتعد وهي تموء بصوت مرتعد مرتعد هو مرتعش مرادف مرتعش ثم وظف بالمرادف جملة من عندك الجملة مثلا الولد مرتعد من شدة البرد ولا الولد مرتعش كما نحب مرتعش من شدة البرد ولا الولد مرتعد من شدة البرد البناء اللغوي جد في النص جملة فعلية لاحظ الجملة الفعلية رأي في بداية النص رأت إذن بدأت بفعل ماضي إذن هذه جملة فعلية رأت سعاد أطفال يرمون قطة صغيرة بالحجارة هذه جملة فعلية النص رأي مملوء بالجمل الفعلية طيب اعرف ما تحته خط وهي تصرخ تصرخ تبدأ بالتع هذا فعل بدأ بالتع إذن هل صرخت في الماضي لا تصرخ إذن تصرخ في المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره والفعل ضم المستطير تقديره هي طيب أخرجت سعاد من الذي أخرجت سعاد سعاد فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره هات من النص فعلا مزيدا بحرف فعلا مزيدا بحرف أحب أخرجت تأني الساكنة من حجب واس أخرج أخرج فعل مزيد رباعي مزيد بالألف أخرج فعل مزيد بحرف رباعي طيب التعبير التعبير قالك تحدث على بعض التصرفات السائلة التي قام بها أحد أصدقائك أنا هو صديقين آخر التعبير لدينا واجز في التصحيح في التصحيح هنا طيب قالك مستعملا فعل المضارع مسطرا عليه فعل المضارع من الشيام الإسلامية أن نعامل الناس بالسلوك الحسن ونحترم بعضنا البعض ونحذر من التصرفات السيئة مع الغير ذات يوم خرجنا إلى الساحة وقت الراحة فكونا حلقة دائرية وتنفرد وتنفرد واحدة بداخلنا لنلعب لنلعب نلعب في المضارع كذلك لنلعب لعبة ونحن كذلك إذ بزميلتنا نوال أبت أن تمسك بيد زميلتنا سلمة بحجة أن سلمة تبدو بملابس بالية فأخرجتها فأحرجتها فأحرجتها أمام الجميع وبدأت سلمة تبكي أثر في نفس بكاء سلمة وبدأت أسكتها فعلمت بعدها أنها يتيمة الأبي وأن أمها ليست لديها ما يكفيها لسد كل متطلبات إخوتها السبعة عزم كل تلاميذ القسم أن يتبرع لها بمبلغ مالي بمساعدة أوليائهم أما زميلتنا نوال فعلمناها درسا لن تنساه في الأدب فندمت وذأسفت لزميلتنا سلمة فالأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة أسأل الله عز وجل التوفيق علي ولكم وصل اللهم وبارك على النبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك ربي وتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة